اهلا بكم في حلقة جديدة على قناة موضوعنا النهاردة يا شباب عن المحاضرة الاولى لمادة الفيسيولوجي الاولى معهد فن تمريد. قبل نبدأ الشرح اريد تنزل تعمل عليك وكومنت واشتراك في القناة لو انت مش مشترك وكده كده مش مشترك لان انت اولى معهد فن تمريد ويلا بينا نشوف شرح النهاردة. انا جيت. اول حاجة في المحاضرة يعني المقدمة يعني في المحاضرة دي هنعرف المقدمة وهنعرف حاجات عن الخلية. اول حاجة تمام? مقدمة النهاردة عبارة عن مصطلحات زي ما انت شايف كده الفيسيولوجي. بقول لك الفيسيولوجي ده عبارة عن دراسة وظائف الكائنات الحية. الفيسيولوجي ده معنى كلمة هي علم وظائف الكائنات الحية وعلم وظائف العطاء. تمام? الهيومن فيسيولوجي اللي هي الفيسيولوجية البشرية دي علم وظائف الاعضاء والانظمة الحيوية. يبقى كده عرفنا ان الفيسيولوجي تمام? مادة الفيسيولوجي معناها ايه? معناها علم وظائف الكائنات الحية وعلم وظائف العطاء. الفيسيولوجي الوحدة علم وظائف الكائنات الحية تمام? اما الهيومن فيسيولوجي علم وظائف العطاء. زي هيومن بادي از ميد اوف خمسة وسبعين لمية تريليون خلية. يعني متكون من خمسة وسبعين لمية تريليون خلية. تمام? الخلية دي بتتكون من نسيج. النسيج يكون الاعضاء. الاعضاء تكون ايه? الانظمة الحيوية. تمام? ده بالنسبة ايه للترتيب بتاع حيانا? بيقول لك الحاجات المتشابهة في الخصائص وفي الشكل بتكون انسجة. تمام? يعني متشابه. اما الانسجة المختلفة بتتجمع عشان عشان تكون ايه? يعني بتكون اعضاء. يبقى كده المتشابه بيكون انسجة. اما المختلف بيكون اعضاء. بيقول لك الاعضاء ركز الاعضاء اللي لها نفس الوظائف المتكاملة بتكون ايه? بتكون انظمة مختلفة. زي ايه? انظمة دي? زي طبعا انظمة الجهاز الهضمي والجهاز العصبي والحاجات دي. تمام? يعني سوائل الجسم. سوائل الجسم بتنقسم لكذا حاجة. تمام? بيقول لك الشخص البالغ السوائل بتاعته في الجسم بتاعه بتكون كلادي. اولاً طوانتاشر في المية بتكون ايه? بروتينات. طوانتاشر في المية بروتينز. ركز فيها عشان ممكن تتسيقل فيها بنسبة كبيرة. خمستاشر في المية فات. يعني دهون. تمام? سبعة في المية معادل مينرالز. اخر حاجة ستين في المية ووتر يعني ستين في المية مية. وستين في المية دي بتنقسم لحاجتين. اربعين في المية وهقول لك معناها ايه. وعشرين في المية وبرضو هقول لك معناها ايه. العشرين في المية دي بتاعت بتنقسم لحاجتين. تمام? بتنقسم لحاجتين. خمسة في المية والباقي كام خمستاشر. خمستاشر في المية ما تقلقش كل حاجة من الاختصارات دي هقول لك عليها معناها ايه. اولاً دي اختصار يعني بمعنى المية الداخل الخلية المية اللي بتدخل داخل الخلية عكسها ECF اللي هي بمعنى خارج يبقى كده السواء الخارج الخلية يبقى ينترا داخل وإكسترا خارج يبقى داخل يبقى داخل أما التانية بمعنى خارج بمعنى خارج انترا استيتيال انترا استيتيال انترا استيتيال فليود دي خارج انترا فاسكولار فليود بمعنى داخل يبقى داخل خارج زي ما قلتلك اللي هي اختصال ده المية الداخل الخلية وبتشكل تلتين مية الجسم أو أربعين في المية من وزنه تمام يبقى ICF اختصار لإيه اختصار للانترا سيليولر يبقى الانترا بمعنى المية الداخل أو السواء اللي الداخل فيه الخلية الاكسترا سيليور فليود اختصار لل ECF تمام ودي بتشكل الأوتر تمام الأوتر أو يعني المية الخارج الخلية وبتكون تلت المية اللي في الجسم أو عشرين في المية من إيه من الباضيويت اللي هو وزن الجسم يبقى كده ال ECF واختصار ICF واضحين I بمعنى انترا E بمعنى اكسترا انترا يعني داخل واكسترا يعني خارج وقال لك ال ECF دي بتتوزع على حاجتين زي ما قلتلك خمسة في المية من العشرين دي عبارة عن إيه عبارة عن IVF اللي هي داخل الخلية انترا فسكولر تمام زي البلازمة كده يبقى البلازمة ايه تبع ال IVF الخمسة في المية البقين عندي يعني خارج القوعة الدموية ودي بمعنى ايه بمعنى خارج تسوي الاكسترا بعيد اكتر من مرة عشان تكون فاهم وده اختصار ICF تمام يبقى كده الاختصار اتوضحها قدامك ودونها كده عشان تكون عارف كل اختصار عامل ازاي وكل اختصار بمعنى ايه يبقى كده الانترا بمعنى اكسترا واكسترا بمعنى خارج الانترا بمعنى داخل داخل الخلية داخل اللوعة الدموية بمعنى خارج ايه اللوعة الدموية بمعنى خارج اللوعة الدموية بمعنى داخل كل حاجات دي لازم تكون عارفة انا بيعيد لك اكتر من مرة عشان تكون عارفة ازاي بقى انا عاش حضرتك تكنعني ازاي? بمعنى ايه? بمعنى الاكتزان الداخلي. ده مصطلح. ومن اسمه كده يبقى المصطلح بتاعه زيه. طيب المصطلح بيقول لك ايه? بيقول لك ده معناه الحفاظ على بيئة داخلية سابتة او متزنة داخل الخلية. تمام? الاخرة دي بمعنى سابتة. بيحافظ على ال البيئة الداخلية او زيه في الخلية. بيقول لك الاخرة اللي هي البيئة الفعلية ايه? بتسوي ايه? بتسوي سوائل سابتة او نظام سابت. ده اللي بيعمل ايه? اللي هو الاتزان الداخلي في الخلية. هومستاتيس ده اتزان داخلي. تمام? جميع العضاء تمام? اللي هي الانظمة في الجسم بتشغلك الوظائف بشكل كويس. الشكل كويس ده بيخلي لك ايه بيحافظ لك عليه بيحافظ لك على يعني نظام سابت وظيفة سابتة اتزان سابت. دي الاعضاء بتاعت الجسم بتشغلك كده. طبعا النظام السابت ده سواء كيميكا الكيميائي او فيزيكا البدني. بيقول لك يعني قادر يعني خلية. تمام? بيقول لك الخلية دي قادرة على العيش تمام? والنمو والتطور اه من وظائفها. بس في حالة ايه? في حالة ان التركيز بتاع الحاجات دي سابت. ايه الحاجات دي? زي الاكسجين الكربون دوكسادي اللي هو الكربون سانيكسيد الكربون الجلوكوز الحاجات دي بتكون سابتة. ومع اختلاف الايونز اللي هي الايونات والحمض الاميني والليه والمواد الدهنية كل الحاجات دي بتحافظ لك على بيئة داخلية سابتة. اظن كده الحاجات سهلة كده ووضحة ومش محتاجة اي اي توضيح اكتر من كده. بمعنى ايه? بمعنى انظمة بتنظم الجسم. ايه الانظمة اللي بتنظم الجسم? قال لك بتنقسم لحاجتي. اول حاجة ده معنى جهاز الغضاد الصموة. وده جهاز سكرت او سكريتز هورمونز. يعني بمعنى ايه? جهاز الغضاد الصموة بيفرز هورمونات في الدم. بيقول لك ان هي الهورمونات دي بتشتغل اه بشكل بطيء ولكن مفعولها طويل. بمعنى بطيء وبرولونجد معنى ايه? مفعول طويل اكشن. زي نرفع اللي هو الجهاز العصبي. الجهاز العصبي طبعا اه بيقول لك انه هو مسؤول عن التنظيم السريع للوظائف الحيوية في الجسم. الوظائف سواء ايا كانت الوظائف مختلفة او كده هو مسؤول عن التنظيم. الوظائف الحيوية المختلفة في الجسم بشكل رابد. رابد سريع. معنى نظر اه عامة عن الخلية. نظر عامة عن الخلية هنعرف ايه كزا حاجة فيها. اولا بيقول لك ايه? الخلية النموذجية بتتكون من الاتية. تمام? اول حاجة السل من برين اللي هو غشاء الخلية وهنا اتكلم عنه وعن وظائفه. تاني حاجة السيتو بلازم. تمام? والسيتو بيحتوي على الحاجات الاتية. اول حاجة السيتو سول فلويد اللي هو السواء اللي موجودة في الخلية وبتكون نسبتها خمسة وخمسين في المية من حجم الخلية. تاني حاجة اللي هي النواة. اخر حاجة السيتو بلازميك اورجن. معنى ايه? العضيات السيتو بلازمية. نتكلم عن كل حاجة من دول بالتفصيل والوظائف بتاعتهم. زا فانكشان اف ايه? اف زا ايتش بارت يعني كل جزء. او كل حاجة من اللي انا قلناها من دول. زي ما انت شايف كده اول حاجة السلم اللي هو غشاء الخلية. الناحية التانية معنى وظيفته. وظيفتي واول حاجة صبرت بمعنى دعم. بيدعم يعني الجسم. تاني حاجة بمعنى حماية. تالت حاجة بيتحكم في اه الحركة داخل الخلية. تمام? اه في الدخول والخروج. اه رابع حاجة برير بتوين سل اند ايه? يعني بيقولك بيعمل حاجز بين الخلية وبين البيئة الخارجية. اخر حاجة ان هو اللي هي مستتد. بمعنى ايه? بيحافظ لك على الاتزان الداخلي في الخلية. ده ده وظائف ايه? اما النواة وظائفها ان هي بتتحكم لك في بمعنى ايه? انشطة الخلية والسل انقسام الخلية. يعني معنى ايه? وظائف العضاء. معنى وظائف معنى العضاء. بفسر لك كل حاجة كده بالتفصيل. اول حاجة الميتو كوندريا. الميتو كوندريا ده عضو. ده عضو. تمام? الوظيفة بتاعته يعني توليد طاقة ده اول حاجة. تاني حاجة اللي هي سوم. اللي هي سوم ده عضو برضو. وظيفته ايه? بيحتوي اللي هي سوم ده عبارة عن حاجة كده خاصة بالهضم. بيحتوي على انزيمات هاضمة. يبقى كل حاجة فيه هاضمة. اول حاجة بيحتوي عليه انزيمات هاضمة. تاني حاجة بيكسر لك الجزائيات الكبيرة من الطعب بيخلها صغيرة. يعني بيساعدك في الهضم. اخر حاجة بينظم لك ايه? الاجزاء الاخيرة المتبقية. يعني بيساعدك في الهضم الاخر كده. تالت حاجة الريبوسوم. وده طبعا ايه? موقع تخليق البروتين. موقع ايه? تخليق البروتين. سايت او بروتين سينيزيس. تمام? اخر حاجة جهاز جولجي. ده عبارة عن ايه? عبارة عن ايه? ايه بيساعدك في التجهيز والتعبئة بالنسبة ليه? للحوائي الصلاة. زي الحوائي الصلاة اللاقية كده والحاجات دي. ده كل حاجة خاصة بالوظائف. الريبوسوم سايت اوف بروتين سينيزيس. دي الحاجة. جميلك داي? جميلك داي? فوق بماغي. من فوق. من فوق 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 بماغي. يا سيد الناس. يا سيد الناس. على باتك. على باتك. زي بمعنى بناء غشاء الخلية. بناء غشاء الخلية بيتكون من ايه? او ايه هو بناء غشاء الخلية? بيقول لك بناء غشاء الخلية. غشاء الخلية ده عبارة عن سين بلاستيك. بمعنى ايه? اه بلاستيك رفاية. بمعنى شبه نفاز. يبقى هو اه غشاء رفاية بلاستيكي شبه نفس. تمام? بيتكون اساسا من البروتينات والفوسفليبيدات الدهنية. يعني الطبقات الدهنية المزدوجة. الطبقات الدهنية المزدوجة والبروتينات. تمام? ده تكوينه. طيب بالنسبة هنتكلم عن اللي هي الطبقات الدهنية المزدوجة. هنتكلم عنها من ناحية الزوبان. تمام? هنتكلم عنها من ناحية الزوبان. بيقول لك الطبقات الدهنية دي لما هي طبقات دهنية يبقى يبقى تنفع تتحلل او ينفع تزوف في الدهون. تمام? بتنفع ايه? من اسمها كده. دهنية بقى تنفع تزوف في الدهون. زي الاوتو والسي اوتو. الاكسوجين والسي اوتو ايه? اه السيني اكسود الكربون والسترويد الهرموني الهرمونات السترويدية. اظن الموضوع بسيط. او المواد اللي بتزوف في الماء. زي زي الصوديم والكالسيوم والماء والنفسه والجلوكوز. تمام? من اسمها كده لما هي مواد تزوف في الماء يبقى كان كان ند السولف. ما بتقدرش انها تتحلل في الدهون. ما بتقدرش انها ايه? تزوب في الدهون. ولكن تزوب في الماء. تزوب في الماء. اه بتنتقل عبر ايه? الكارير. ترانسوبرت باي كارير. بواسطة الناقل. تمام? يبقى كده الموضوع بسيط وسهل. المواد الخاصة بالدهون بتزوف في الدهون. تمام? اما المواد الخاصة بتزوف في الماء ولا تزوف في الدهون. يعني وظائف آآ بروتينات الغشاء. تمام? اولا بقول لك قنوات الايونية. تمام? القنوات دي عبارة عن ايه? عبارة عن انها فيها وصلاة كهرباء او شحنات الكهربية. بتشحن الايونات دي. وبعد الشح كان فلو. كان فلو ركز. كان فلو بتستطيع التنقل ان وقاوت. للداخل وللخارج. موضوع بسيط اهو. يبقى الايونات دي اه قنوات الايون فهي شحنات كهربية بتشحن الايونات. عشان تستطيع التنقل. تاني حاجة اللي هو النقلات او كاريرز بمعنى النقلات برضو. بمعنى ايه? المستقبلات زي الهرمونات. تمام? ايه ايه نقطة جي بمعنى ايه? بمعنى يعني مثال. اخر حاجة انزيمات. تمام? دي وظائفة البروتينات في الغشاء. يعني التنقل. التنقل عبر الغشاء البلازمي بيكون ازاي? بيكون بثلاث طرق. اول حاجة اول حاجة ايه? اللي هو الانتشار. تمام? والدفوجن ده بينقسم لحاكتين. طيب بس اوف دفوجن بينقسم لحاكتين. اول حاجة انتشار بسيط. اللي هو وده بيكون ايه? بيكون بمعنى من التركيز الاعلى للتركيز الاقل. وركز جدا في حتة دي. ما بيحتاجش ايه? كارير. ما بيحتاجش ايه? ناقل. ما بيحتاجش ايه? ناقل. ركز في الكلمة دي عشان تشوف النوع التاني من الانتشار. اللي هو النوع الميسر. تمام? ده بينتقل من الهاي كونسترين. روم هاي كونستريشن. تمام? ده معناها من التركيز الاعلى للتركيز الاقل. ولكن نيتز كارير. خلي بالك. نيتز كارير. بمعنى يحتاج ناقل. اما اللي فوق ما بيستخدمش ناقل او مش بيحتاج ناقل. اللي هو النقل النشط دي. تاني حاجة في النقل. تمام? ده بيحدث ضد ايه? يعني بيحدث عكس عكس التدرج الطبيعي. التدرج الطبيعي بيحدث من التركيز الاعلى للاقل. اما ده يعني من التركيز الاقل للاعلى. عكس ايه? عكس التانيين اللي هو الطبيعي. من الهاي تو لو. ركز في الكلام. الكلام واضحة هو. تمام? بيقول لك انه ايه? بيحتاج كارير اللي هو ناقل او ايه? او حاجة بتودي يعني. يعني بيستخدم طاقة الاي تي بي. بيستخدم طاقة ايه? الاي تي بي. ولو فاكر اللي بيولي الطاقة الاي تي بي. اللي هو يا باشا. ركز في الحاجات دي وربط المواضيع ببعضيها. اخر حاجة في النقل طبعا بيحصل فيها كزا حاجة اللي هو ايه الحاجات دي بمعنى استقبال الخلية ده الحاجات داخل الحواصلة اكسوا بمعنى يخراجها ترانسوا بمعنى ايه تحويلها من خلية التانية. من نسبة للشرح المحاضرة الاولى فيسيولوجي لمادة اه المادة الفيسيولوجي ولما هتفن التمريض المحاضرة الاولى انتهت. اتمنى لو استفدت حتى لو ما روما واحدة يريد تكتمل في الكومنتات وتعمل شير للحلقة عشان غيرك استفيد. واشوفكو في حلقة جديدة في مادة تانية. اه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشتركوا في القناة